الاسلامي المعروف المشهور الذي يمتلق الفيسبوك ويعج عن بقرة ابيه بالفتوى التي اصدرها اهلا بك يا دكتور محمد ايه ده دكتور محمد مجاش طب ارحب بيه اممكن يظهر تاني يا استس خالد نرحب بالدكتور محمد برضو ما ظهرش طيب دكتور محمد هداية كان المفروض يكون معنا في زير مناظرة عشان يرد عليه الشيخ عماد رفعد ولكن عندما علم باسم الشيخ عماد رفعد ابلغنا بالاعتظار قبل الهواء بساعات قليلة هو خاف منك اللي اه لازم يخاف لان هو بضعته هشة احنا بضعتنا قال الله كان رسول الله لازم هشة ازاي بضعته هشة هو لا يملكه شيئا هو الحاضر الغائب اه هو لا يملكه شيئا طب انا هكلمه بعد ازدى حضرتك طب وجه له كلام بالدكتور محمد يعني زي ما انت حضرتك قلت كده اتكلموا على صوته وقال انا انا عايز حد يرد علي وقال ان التصدق هذا التصدق على الميت كلام سيدنا نبي قال ضرب من الخبل زي ما حضرتك قلت عليه وقال وهم وتهكم على سيدنا النبي وتهكم على البخاري وعلى المسلم قال على بخاري انت البعيد ما بتفهمش لا لا خلينا نقول هل هم جاوبني بقى على الاسألة ده كلام ايه هو لا خلاص عرفتنا هو هرب مننا انا بقول له بقى استاذ محمد انت غربت وانت لا تستطيع انت ولا مثلك ان تواجهني لان بضعتنا قال الله قال رسول الله عليه وسلم واقل تلمز من تلامزتنا من اهل السنة انت لا تستطيع ان تواجهه كلامك كله غلط يا أستاذ محمد سعد بن عبادة يا أستاذ محمد في عجالة يا شيخ عمد في عجالة سعد بن عبادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وأنا غائب هل أنت صدقت عليها يصل الأجر لها قال النبي يا دكتور محمد قال النبي نعم قال اشهد إن حائط المخراف صدقة عنها ده الكلام اللي قال عليه الدكتور محمد خبل الدكتور محمد اللي عنوان والعنوان العريض الدكتورة بتاعته لا لا أرجوك لا لا لن أتطرك إلى مسائل شخصية لا مش مسائل شخصية لا 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 أنا أتحفظ على ذلك ليست مسائل شخصية حضراك رضيت بعنوانها حضراك رضيت الثوابت الإسلامية بين الصبب والخطوة دي مش مسائل شخصية حضراك رضيت على هذه الفتوى حتى لا يعلم أحد مثل هذه الفتوى فيسير فيه طريقها فيمنع التصدق عن المتوفين عن موتانة اللي الرسول والسلام أمر به الرسول والسلام في أكتر من موضوع من الحديث النبوية عندما ذهبت له سيدة مش كده شيخامام طبعا طبعا وسألته ماشي كده هل أحج عن أمي أمي نظرت أن أحج قالت أمي نظرت أن أحج ماشي كده